السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام احييكم جميعا بتحية اهل الجنة وتحية اهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة نريد ان نذكر بان من اكبر مفاتيح الفراج وهو الاكتار من الحمد لله رب العالمين الموضوع دي اليوم سيكون مرتجلا وهو انني تلقيت هذا اليوم المبارك السعيد مجموعة من الانباء السارة عدد من الاحباب اللي كانوا في ظروف اجتماعية قاهرة 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 جدا لكي يخرجوا من هذه الوضعية خصهم واحد ترسانة من الاسباب والمسببات خصهم واحد الخطوات واسعة ومتعددة لكي يجدوا الحل المناسب مجموعة دي الناس اعرفهم حق المعرفة وكل واحد منهم خموق وكرقى الابواب مغلقة هذه ايام وربما السابيع والشهور كنت اعيش معهم هذه الازمات لكن في هذه الايام الاخيرة كل مرة كنت اتلقى نبأا سعيدا تكي قل لي فلان اللي كانت عنه ذاك الازمة رقد حلت وفلان رقد حلت كان هناك فتيات وصلوا من السن كبير جدا كانت جوزة الاربعين وكانت جوزة الخمسين وحتى يأست من الزواج فاذا برب العالمين يفاجئها ويعطيها ويختار لها ويكرمها بزوج مبارك زوج منعم غير قبل امس وحتى السيدة سبحان الله العظيم اعطاها ربي عز وجل زوج من تركيا جمال وبغاء وامان ومال ورزق ما شاء الله واخريات اعطاهم الله تعالى ازواج عمروا ما كانوا كيحلموا بهم ان السقف دي الاحلام كان عندهم محدود فاذا برب العزة كيعطيهم واحد القبول غريب هادو الصنف اللي هو ما كان عندهم المشكل دي العنوسة ما كي ناش العنوسة اذا بغى ربي عز وجل في لحظة يختار لك اجمل النساء ويختار لك اجمل الرجال صنف اخر نسل كنا عندهم امراض واحد العدد كنا عرفهم عندهم امراض اللي هي يا سبحانك يا جليل امراض مستعصية امراض خطيرة هناك سرطانات وهناك ازمات في القلب وهناك وساويس مفزعة وفي لحظة سبحانك سبحانك ما اعظم شانك ذهب كل شيء القول للطب قالوا لهم لقد وصلتم الى المراحل الختامية مع لك والو غيرت سن الفارج فاذا برب العزة يفاجئهم بان يشافيهم من كل الامراض والاسقام والعلل وفئة اخرى ايضا كانوا عندهم اولاد منحارفين اولاد زائرين الولاد كي لعب القمار وهذه ولدها مبتلئ بالمخدرات واحد كي يستعمل الغبرة وواحد اخر بغي بعد شغير في الوجود بغي انقلاب وكانت العائلة كتشعر بواحد نوع من الحسرة والفزع والألم وكي يغندروا معها الدري عرضوا عند خبراء في علم النفس عرضوا على دي كوتش كبار حتى يأسوا فاذا برحمة الله عز وجل تدركهم تادك الشباب كتلقاهم مملولين في الصف دي الجامعة وكتلقاهم مملولين كيبوس للدين والريوس دي الأمهاتهم وأبائهم وكتلقاهم مملولين ما الديني ديهم الخير يا سبحان الله يا مبدل الأحوال لكن ما الذي أداشني كثيرا هو واحد مجموعة دي الناس كانوا فقراء وكانت عليهم ديون وكانت الأبوام كلها مغلقة وما يقدر يخدم ما عنده قدرة قدرته محدودة وكان عنده أحكام بالإفراغ وعنده فقر مدكع والله وبالله وتالله أقسم غير حانت لما جاءهم الفرج الإله ذكش غريب 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 جدا الفرج الإله حينما يحضر يعني المنطقة للعقل والمنطقة للأسباب والمسببات والمنطقة للقانون العلية والمعلول كل ذلك يبطل ويبقى فقط كرم من الله فرج من الله يا سبحان الله والله ما شاهدته اقشع الرجل دي كنت اليوم سنتكلم على واحد الموضوع ديك السلسلة نتكلم على بالأمس قضايا الشباب وهموم الشباب والاستراتيجية للنهوض بقطع الشباب فإذا بما سمعت هذا النهار من الصبح مجموعة بشارات عظيمة حتى ودي المغرب واشتوحة البشارة عظيمة جدا ناس كانوا فقراء أغناهم المولى جل جلاله بفضله ومنه وكرمه كتسولهم كلهم يا ناس بالله عليكم خبروني ماذا صنعتم ماذا فعلتم قال لك سمعناك تقول واحد الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يرزق بالأسباب نحن ما عدنا قدر على الأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب واسمعنا بأن كلمة الحمد لله تعالى على كل حال أن تقول الحمد لله على كل حال مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج مفتاح عظيم من مفاتيح العطاء والله وبالله وتالله اقسم غير كاذب صادق صدقا كاملا بأن هذا باب عظيم من مفاتيح الفرج هذه الناس كلهم تخلط لهم الحوائج ديالهم وما يحتاجوا لا خبراء لا تجمعات جهوية لا مصاطر إدارية لا مصادقة على الميزانية لا كده لا كده سبحانك سبحانك إنهم قصدوا رب الخلق المشكل عندنا هو أن الناس مننا يقلبوا على المخلوق يعونك وذلك المخلوق رأى إنسان بشر ما حال من العقل عنده ما حال من جهد عنده رأى محدود لكن الذي يتوسل إلى رب البشر الذي يدق باب الرجاء رب البشر يعطيه حتى يذهله حاولت أن أجمع هؤلاء الناس وأستفسرهم ما سر الفرج الذي أصابكم بالإجمع كي قلوا كلمة كنا نكثر منها وهي كلمة الشكر لله جل جلاله والحمد لله جل جلاله على كل حال أي نعم ربنا عز وجل من أسمائه فإن الله شاكر عليم ملك القلع عبد مبتلى والأبواب مغلقة وكيسعى إلى تحسين وضعيته بالأمور المباحة ولا ينتفد ولا ينتقد كيقل الرزق بيد الله وكي اعتمد على رب العالمين الله تعالى يتجلى عليه بهذه النعمة فإن الله شاكر عليم الله تعالى من أسمائه الشاكر والله شاكور حليم والله شاكور حليم إذا شكرك الله أشكي يعطيك معنى؟ معنى أنه يفتح لك أبواب العطاء درتي واحد العمل وربي عز وجل يعجبوا العمل ديالك شكرك ماذا يقام بعدها؟ فتح باب العطاء حتى القواعد والقوانيم الكونية المعمولة والمعروفة عند البشر تبطل كما جاء في الحديث الصحيح ديلك الزانية مرأة زانية من بني إسرائيل تحتلف الزنا يعني عمر مكان طهرة عمر مكان تقهم وضية ودائما في الفساد واحد النهار لقيت واحد الكلب رجلهم قطعين مهرس ويلهت من شدة من شدة العطش بقى فيها فسقته فشكر الله لها فغفر لها قلت هذ الكلب بقد بلغ مثلما بلغت من العطش بقى فيها ودأت واحد العمل صالح رغم أنه بسيط ولكنه صادق من القلب وبقى فيها الكلب سقاته وبدأت كتدع فيه بالرحمة ربنا جل جلاله لما رأى كيف أن هذه الزانية عطفات على هذا المخلوق الكلب لهو ضعيف مكسور الرجل ويلهت من شدة العطش ربنا سبحانه وتعالى تجل عليها بالشكر فشكر الله لها فغفر لها يعني كل ما تقدم من ذنبها غفرت إلا كانت هذه زانية فقدرت عمل استحقت عليه الشكر من الله فتحنا بب مغفرة فكيف بكل واحد منا بدك يقول الحمد والشكر على ما أعطاه المولى عز وجل أشهر قد يوقع قد يوقع لي بوقع لهذه الناس اللي اخبرتكم بهم وهذه حقائق واقعية أشهر قد يوقع لهم كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى كل الإنسان في هذه الصفة أربي غير تفتح لي أبواب تيسير بغيرتنا استغل الفرصة ونقول الأحباب الكرام جميعا اللي عنده شي هم واللي عنده شي غم راه المفاتيح دي الفراش كثيرة والأسباب متعددة ولكن أخ الطريق المختصر أسهل طريق وهو أن تجعل لسانك رطما بذكر الله وتكتر من الحمد لله لا تضمن في قلبك حقد ولا كراهية لأحد خليهم الله يصبحهم دك شرد الفلان وعيدلان فلان الله سامح في الدنيا والأخرة هذا الشرط الأول لابد أن تنقي قلبك من الكراهية والحقد الله سامح لنا كاملين مغفرة في الدنيا والأخرة ثم يكون عندك الأمل في الله تعالى بأنه رب الأرباب وهو الذي يعطي الأرزاق وهو الذي يرفع البلاء وهو الذي يشافي وهو الذي يكافئ ثم يكون لسانك رطبا بالذكر وأعظم الذكر الاكتر من الحمد 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 لله جل جلاله وسوف ترى عجائب قدرة الله بغنى أيها الأحباب الكرام نستغل هذا الفرصة المباركة نحن مجموعين ونردد هذا الدكر ليردو هؤلاء الناس فقد الله حوائجهم شاف مرضاهم وزوج عزابهم وأصلح أولادهم وأغنى فقراءهم نعم أغنى وأسطر ثلاث أسطر بالأحمر على كلمة وأغنى فقراءهم ناس كان عارفهم فقراء أصبحوا بفضل الله تعالى من المستورين ومنهم من أصبح من الأغنية فسألته من أين لك هذا الرزق قال لا تسأل فإن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين هذه الناس كتر من الحمد بغنى نتعلم جميع أيها الأحبة الكرام كل واحد منا رمك فقراء في الهم رمك اللهم ولا غم ولا أزمع ولا فقر ولا ضع رحمة الله هي اللي كنا رحمة الله هي الموجودة في كل مكان لكن بينها وبين الخلق حجاب بينها وبين الخلق حجاب هذا الحجاب سوف يرفع إذا أكترنا من الحمد لله تعالى ربنا عز وجل معنا الآن يسمعونا ويرانا هيا بنا نستثمر هذه الفرصة الطيبة ونكتر من الحمد له جل جلاله وكل واحد منا عنده شهم في قلبه عنده شدة عنده فقر عنده ديون عنده أزمات عنده أمراض عنده أسقام عنده كروب تغلب تقهر أبغى أبغى الفارج من عند الله غير اقطع اقطع الصدع بالخلق وخلك مع الخالق وحده لا شريك له وسوف ترى عجب قدرة الله سيسخر لك خير الخلق ويسخر لك أفضل الخلق يكونون في خدمتك بفضل الله وجود الله وكرم الله بغيتكم أحبابي الكرام جميعا الجمعو النيا ديالكم الجمعو القلوب ديالكم وهيا بنا جميعا نردد الحمد لله جل جلاله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله